بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنتكلم على نبات مميز جدا نبات زهرت الشم أو الهوية أو البرسلين أو زي ما بتسمى كل منطقة حسب الاسم الشائع اللي فيها عندنا الهنج اللي كان متعلق في الشالية بتاعتنا اتكسر وهنحاول ننصق النبات بشكل افضل شوية عندنا سلك وعندنا شالية جديدة بدل الشالية القديمة وعندنا مجموعة دبابيس وعندنا شوية طراب هنزود بيهم الشالية علشان الشالية الجديدة حجمها اكبر شوية هنبدأ على بركة الله نفك الهنج بتاعنا القديم نحاول واحنا نفك النبات نفك بالراها علشان ما تتكسرش الاغصام مننا وهنفرد النبات ونوزع الاغصام بتاعته حوالين الشالية بالتلتمية وستين درجة بعد كده بعد ما نشيء الهنج القديم هنقلب الشالية على وشها ونحاول نحافظ على كتلة جزور زي ما هي هنجيب الشالة القديمة الشالة الجديدة علشان هي عميقة شوية فاحنا حطينا شوية ورق جاف في قلبها بحيث ان احنا نزود بحيث ان يعني يسدوا الفراغ اللي فيها والجزء اللي فاضي هنحاول نزوده تربة عدية بعد كده هنحاول آآ نفرد النبات تاني نوزع الاغصام بتاعته وهنجيب السلك بتاعنا وهنسني على شكل كوس ونغرس السلك بتاعنا في الشالية في حواف الشالية من برة ونجيب اسلاك تانية على نفس الطريقة نرى يا جماعة اللي احنا ما نبادلش النبات بتاعنا النبات الشامع بيتصلك بالالتفاف مالوش زيادات بيتعلق بها هنجمع الثلاث اسلاك بتاعنا ونربطهم بحيث ان هما يبقوا اقوى ويحافظوا على التماثب بتاعهم هنبدأ ناخد غصن غصن من النبات ونلفو على السلك وننزلو في الجهة المقابلة ونحاول دايما نخلي الزيادات والشيها لعلى اشتركوا في القناة اللي الطريقة دايات بتخلي النبات آآ نقدر نعرضه لأكبر آآ جزء من الضوء زي ما حضرتكوا شايفين كده والاوراق اللي هي والشها للداخل آآ بعد كده هتتحول لوحدها والشها الخارج مع لما يتحط في ضوء الشمس ويبقى المنظر بعد ما استخدمنا الدبابيس لتثبيت السيقان بالشكل اللي حضرتكوا شايفينه ده اتمنى الفيديو يكون عجبكم شكوركم والسلام عليكم والله وبركاته